السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سيدنا محمد رز بلبن جبت كباية رز وحطتها تسلقت ترية خالص كباية رز وتسويها في المية وحطت لها كباية سكر كباية رز وحوالي كيلو مية وحطيت بس انا حستان نوادلة ماشي وجايبة معي كيلو نص ايه لبن تمام كده وجايبة معي كريم شانتير السكر بقى الجاهز ده حطيت منه كباية على كباية الرز ولقيتها كأني وحطيتش سكر حسان ايه دلعتين فانا باحتمال يا كباية وقلت هعمل على قد ما هيحتاج يبقى احنا هنعمل ايه بقى المأدير بتاعتنا كيلو نص لبن ومعينا كباية رز وحطيت لتر مية الرز تسلق فيها اهو تمام كده طيب هنعمل ايه تاني هعمل ايه بقى هجيب اللبن بتاعنا والرز كده تسلق هجيب اللبن بتاعنا وهاخد منه نصه هنا اهو هاخد بقى كريم شانتيه على قد مقدر بصوا يعني ايه انا بحب الكريم شانتيه اهو بصوا الكريم شانتيه بيخلي الرز جميل العامل زي الايس كريم بصوا معلقتين اهو تلاتة اربعة هدوب الاربع معالق دول فقال بلقيه اللبن بتاعنا اهو عشان يبقى رز بلبن كريم انا مش هادفهم بقى على الرز ليه بقى انا ههط بقيت اللبن هنا ههطه على الرز يخلي معاك ويتشبع بيه والتكة اللي احنا عملناها لو تفتكروا في الفيديو اللي فات عملنا تكة جميلة قوي لو تفتكروها ايه هي ان احنا خدنا نص الرز ده ضربناه في الخلوق وبعدين لما ضربناه في الخلوق بقى خلى نسبة الكريمة عالية في الايه في الرز انا دلوقتي بقى هاديه في الايه اللبن هاخد نص كبية السكر اهو عشان برضو ما يبقاش مسكر قوي بس هو السكر ده عموما ما بيحليش تمام كده اهو وهنزل عايزة قدامكو برضو اهو هنزل باللبن بتاعنا عشان الايه الرز يغلي فيه بصوا اهو نزل باللبن عشان الرز بقى بصوا يغلي يغلي براحته بقى هخلي شوية هنا برا علشان ممكن ايه يبردوا الخلاط لما يبقى الرز ايه مغلي بقى في اللبن ده هروح بقى اغليهم على النار ونكون مستعدين بالخلطة ديت هحبت هحبت على خلطة الكريمة دي هحبت ايه بقى هحبت كمان معلقة نشا عشان نسبة الكريمة وكيس لبن بودرة انا بحبه يبقى مدعم وفيه حاجة كمان بس انا مش هحطها قدامكو عشان الولاد ما يعرفهاش لو شافوها في ايه انا شايلة خرطة زبدة بيضة عشان اضيفها على الرز بتاعنا بس هم لو عرفوا ان فيه زبدة مش هيكلوا فانا ايه هضيفها كده في الساكلانس واحد ديش يعرفها ماشي الكلام في سركم هروح بقى غليه وارجعلكم بصوا انا مش ادري اقول لكم شكل الرز بقى ايه خرطة طبعا معاكو نص كوباية السكر بس هحتاجي النص التين فيه حاجة كمان عايزة اوريها لكم هضيفها دلوقتي كوباية اشتا وطبعا هطيت بصوا كريم شانتي كريم شانتي نحليه طذيع وهحطيت عليه بقى دلوقتي كمان معلقة نشان اهو هروح بقى اضيفهم عليه وهاجبه لكم وطبعا انتو فاكرين الكوباية اللي هي بتاعت الرز بلبن اه رز بلبن بتاعت الزبادي هنشغلها دلوقتي ونحط فيها رز بلبن تمام؟ عايزة بقى ايه اقول لكم عاملة شوية رز هتاكلوا صابحكم اقربة وهنا طبعا بصوا زي بعد رز بتاعنا متعمل مش قادر اقول لكم بصوا شكله جماله سخن مولع هنزل بقى بكيس الفانيليا كنا بنزيك الفانيليا اثناء ما هو كان بيستوي بس كانت الريحة بتاعكها مش بتظهر اول لكن جرابي كده تضفيها بعد ما تتنزليه من على النار بصوا اهو الريحة حتى ناينت هي اهو بصوا ما شاء الله كده خد كبايتين 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 سكر بس السكر اللي هو الفاخر دوت بحيث ان هو مش بيه مش بيه بيه بصوا بقى هننزل بقى كده ايه على العبوات بتاعتنا انا جايبها العبوات عشان عايزة اعمل رز فورما بصوا اهو عايزة اعمل عبوات للرز في الفرن اهو انا بعمل معاكو بس عشان تشوفوا الايه الموضوع بس هو لسه الرزة اصلا سخنة جيدة بني اهو هو الطبق بياخد مغرافة بس انا عايزة ازودله شوية اهو مشاء الله رز في منتهى الجميل بصوا الشكل ما عايزة اقربه كده خلي دود هنا بصوا شكله جميل جدا جدا كريمي اما بصوا كريمي كل ما تكتر لي الكريم شانتيل كل ما يديكي رز مالوش حل بصراحة انا بحبه اوي بالكريم شانتيل بصوا هاا اخد كدين هنا اهو مغرافة دي مما جات مليانة اهو بصوا شكل الروز طبعا انا هدخل بقى دول هدخلهم الفرن عشان الحاجات دي بتتكسر فحط بقى الاطباق الالمونيوم دي في الفرن وارجع لكم هنا بقى زي ما انتم شايفين بصوا انا بحلص خلصت ست اه اطباق حطيتهم في الفرن وهنا بقى دلوقتي بحاول انزل بقى ايه الكمية طبعا قلت معنا اهو لا المغرافة التانية ده اختلف كانت بتجيب الواحد في مرة ده عايز انزل تلات اربع مرات بصوا خلاص كده اهو عملنا ستة اه ستة اتناشر اتناشر طبق فرن وحطيتهم في الفرن عشان ياخدوا بقى وش كده واربعة ايه كوبات الزبادي عملا صوب بصوا بصوا اهي كوبات الزبادي اهي حطينا فيها دول خلاص بقى عشان نحط فيهم اهو بنحاول بقى ان احنا ايه نزبط كده بحبش الحاجة المتعصر بصوا كريمي رز بلبن كريمي بصوا الكريمة بصوا بحس ان هي عبلة زي الجيلي من الكريم شانتين بصوا يعني شفتوا الوش اللي بيبقى مكرمش عند بتاع الكشري الرز بتاع الكشري ده بقى زيه بس طبقة عالية بقى ايه علبة قشطة ومكعب زبدة وايه هقولكوا على السر برضه حطيت الاتنين كيلو لبن اتنين كيلو لبن على كوباية رز على كوبايتين سكر عملت فيهم اه اتناشر طبق فرن واربع كوبايات من اللي هم دول بصوا اهو يعني اربع كوبايات كوبايات بالهادم ده فين النحلة النحلة عم بلا دور عليها اه النحلة هي اربع نحلات شايفين كده بقى طبعا بصوا استره في الكريمة دي يعني لو قدرت تحبتي على عد ما تقدر ان شاء الله روبا كده الكريمة بتخليه بصراحة ملوش حل انا دلوقت منتظر اللي هيتلعمل فرن وهجيلكو بيه على طول وهنا اقدر اقولكوا بصوا الجمال بصوا الجمال بتاع روز كريمي ماشاء الله بصوا ولسه فيه اربع طبق كمان في الفرن ماشاء الله بصوا بصوا الشكل فاضيع يعني نعملوا بقى بطريقتي واشوفكم بخير في الفيديو القادم الى اللقاء باي باي السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة